بلنا مشاهدين بالتزامن مع حرب غزة والتطورات المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر ديبلوماسية فحوى الورقة الفرنسية التي كثر الحديث عن مساعيها لمنع اتساع الصراع بالمنطقة الورقة الفرنسية نصت على وقف الخروق الإسرائيلية لأجواء لبنان واحترام السيادته كما تطرقت الورقة لملف الخلافات الحدودية حيث أشارت المصادر الديبلوماسية لوسائل الإعلام اللبنانية إلى ضرورة التوصل لاتفاق حول النقاط الجغرافية المتنازع عليها وحول تموضع حزب الله على الحدود الجنوبية للبنان نصت الورقة الفرنسية على انسحاب كافة المجموعات المسلحة لمسافة عشرة كيلومترات من الحدود انطلاقا من فحوى القرار الأممي رقم 1701 لكن الورقة الفرنسية استثنت من هذا البند الجيش اللبناني وأكدت على الحفاظ على وضع متوازن على جانبي الحدود بحيث ينتشر الجيش اللبناني بعد تعزيز قدراته على الحدود في مقابل انتشار الجيش الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر